لو عندك طفلة أو طفلة مستنية إيه يلا نعمل حاجات طبيعية كمان نغزي الأطفال أطفال من عمر أربعة شهور ليه ما فوق وكمان ينفع للأطفال الكبيرة ما طيلا ما بعض نشوفها نعمل إيه النهاردة هنعمل وصفة حلوة جدا جدا فيها فيتامينات مفيدة ومغزية للأطفال ما طيلا ما بينا نشوفها نعمل إيه أول حاجة أنا معي طفحتين ومعي تلات وحدات من البطاطا الحجم ده تمام أخسلهم كويس وأشارهم وأطحهم مكعبات صغيرة بالشكل اللي انتو شايفينه ده جبت حلة وبدأت إن أنا حط فيها الكتعة اللي أنا أطعتها مكعبات صغيرة ولازم تكون مكعبات صغيرة عشان تستوي معي وتاخدش وقت تمام؟ حط فيها مية لحد مغطيها لحد مغطي كمية البطاطا معي وأحطها على البتوغيس على نور عالية أو متوسطة عادي واجي بقى هنا أقشر التفاح وأطع برضو نفس المكعبات وأركينه على جنب أول ما البطاطا تستوي معي بتبقى مهرية بقى يا جماعة لحد ما تستوي بتتهيري معي طب أنا ليه ما حطتش الاتنين مع بعض عشان البطاطا بتاخد سوى أكتر تمام؟ أسوي البطاطا وأنزل عليها بالقطع التفاح اللي أنا أشرتها وأطعتها مكعبات صغيرة عليها كده الواجبة دي متكملة جدا جدا ومغزية وفيها فتامين سي وألف ودال حلوة جدا 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 للأطفال وقلبهم بقى تقليبة كده بسيطة من فوق ومن تحت لحد ما التفاح ينزل تحته والبطاطا تتلع فوق لحد ما كل حاجة تتجنس مع بعضها وطبعا التفاح ما بيخدش سوى خالص يعني 3-4 غلوات كده وهيكون استوي تمام؟ وكده استوي معي أجيب بقى شفشا الخلاط وأنزل بكل الكمية اللي استوت معي زي ما انتوا شايفين كده تمام؟ والأحسن أنا سيبها تبرط شوية وتهدى كده علشان لما اضربها في الخلاط لقدر الله محدش يتلسع منها تمام؟ بدأت ان انا اصفي كده نص الكمية نص المقدور وأحاول اصفي بقدر الامكان المية وهقول لكم ليه حد يقول لي ما حطتش الكمية كلها علشان لما يجي اضربهم في الخلاط كويس ما يتدلقش مني ويلسع اي حد بيدربه في الخلاط تمام؟ وأهم حاجة لو انتم بتضربوه في الخلاط وهو سخن حاوله تشيله البتاقي القطعة الازاز اللي بتبقى في الغطى علشان البخار كله يطلع وده طبعا القوام المطلوب جبت بقى برطمان ازاز ويكون متعقم كويس جدا ومحكم الغلق ودهت ان انا انزل بالكمية دي شايفين القوام بتاعهم عمل ازاي؟ ما شاء الله قوامه حلوة جدا جدا ينفع للاطفال من اول ثلاث شهور او اربع شهور لما فوق كمان لو واطفالك يعني كبار شوية اعملها لهم بالعسل انا عاملها الوصفة من غير عسل ومن غير اي حاجة لاني اصلا البتاطا مسكرة تمام؟ طبعا بقى خلطت كل الكمية كلها على بعض ممكن تدها لهم بالسرنجة وممكن تدها لهم بالببرونة وتزودي بقى الميا اللي انا شلتها في الاول دي تبدأ ان انت تدها لهم كده بالببرونة او السرنجة طيب لو انت مش عايزة آآ تدها لهم كده وتدها لهم بالمعلقة حاولي تنقصي كمية المية تمام? تحاولي آآ تنقصي كمية المية وتدها لهم بالمعلقة وهتبقى معاك بنفس القوام ده تمام? مية مفيدة ومغزية جدا جدا حتى لو صفيت المية مطرح السليء بتاعة البطاطا والطفاح هتبقى حلوة ومفيدة لهم جدا 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 ده كان القوام معايا ودي كانت الكمية معايا اللي انا عملتها الكمية دي بتكفي طبعا آآ وقت طويل اهم حاجة ان انت تغطيها كويس جدا وتحطيها في التلاجة ويريد تعملي على القد لو طفلك ما حبهاش الاحسن انت ما ترميش الكمية دي بقى حروم اعمل لهم كمية بسيطة ولو ابنك حبها او ابنتك حبتها ابدأ ان انت عملي وحطيها في التلاجة كل يوم تديها آآ وجبة اهم حاجة ما تفرحيش قوي ان الطفل او الطفلة فاتحوا بقهم وتودالي بقى هتديهم وجعلين وتبقى فرحانة لا طبعا غلط ابدأ ان انت اديهم كده كل يوم معلقة او معلقتين وتزودي يعني مسلا انت النهار ده في الصبح الصبح يعني قسمت الوجبات بتاعتها زيها زي الناس الكبيرة قسمت الوجبات يعني مسلا الصبح اديتيها معلقة بالنهار اديها معلقتين بعدين اديها تلات معالق حاولي تزودي لاني لو البنت رجعت او بنت سهلت يبقى الوصفة دي غلطة عليها ومش مفيدة لها تبداي على طول تغيري الوصفة دي وتنقل لها الوصفة تانية برضو ونجرب مع التجربة اهم حاجة الطفل اياه كل الاكل الصحي ومفيد وما يحصل لوش حاجة نحاول بقى نركز في الكلام ده كويس قوي في تلات ايام علشان اشوف ازا كان هي عنده حساسية او عندها حساسية غلط عليها آآ قبلتها مقابلتاش عامت لها عرق جانبية كلام ده كله لو في مشاكل صحية انصحك ان انتي آآ تسأل الدكتور الاول لو الطفل طبيعي مفوش اي حاجة تقدر ان انتي تدخل له الاكل الطبيعي للاطفال اهم حاجة يكون بدون سكر وبدون عسل على حسب عمر الطفل وكده هكون وصلت معاكم لاخر الفيديو قبل ما اختم معاكم اللايك وشير ومشاركات كتير قوي وشجعونا عشان نزلوا صفات اكتر واكتر شوفوا شكوا محروا باي باي